دكتور هادي بن علي اليامي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئة الرقابية اليوم حقيقة شرفت كغير من ضيوف هذا الملتقى بدعوة كريمة من معالي مدير جامعة الشقرة دكتور عوض الأسمر لحضور المؤتمر الدولي للهوية الوطنية في ظل رؤية الماملكة 2030 وحيية وهني الجامعة ابتداء بالمبادرة بإقامة هذا الملتقى في هذا الموعد وفي هذا الوقت بالذات لأهمية تعزيز الجهود والشركات بمؤسسات المملكة المختلفة سواء الحكومية وغير الحكومية لتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز قيم الوسطية والتسامح في مجتمعنا بشكل عام والحقيقة الأوراق الثرية والمحاور التي تخلى لها المؤتمر اليوم أثمرت بمخرجات مهمة جدا سواء في توصياتها أو في الحوار المشترك بين المتحدثين وبين حضور هذه الجلسات وأسأل الله عز وجل أن يبارك هذه الجهود وأن يحقق المبتغى وأن يحفظ بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز وسموه ولي عهد الأمير الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز شكرا شكرا